رغم أن المناشير الوزارية تحدد نسبة التوجيه نحو الشعب العلمية بـ 70% من مجموعة التلاميذ الموجهين إلى أن أكثر من 80% من المتمدرسين يبدون رغبة في استكمال الدراسة في الشعب العلمية أنا الرغبة أنتعك ما تكفينيش الرغبة أنتع والديك معاك بس كم كان يقول لك مش غير أنني أحب نروح علوم ثاني يمو بابا نقول هكذا هذا هو الخطاب البسيط باش نوجهه التلاميذ الرغبة أنتعك وحدها ما تكفيش الرغبة أنتع والديك معك ما يكفيش تعاطوه في مستشار التوجيه معك لانه مستشار التوجيه هوuccess يகدر فيه الجهي والنهائي والحسن في توجيه التلميذ هو يتباع على س MARTFT تلميذو رهو سنة 4 الآن الناس رابعة من سنة اللاسية فيробع سنة ön موجودة عندي الآن وكاين اللوجيسيال تعمل مع سموية التوجيه وش يجيب وحسب لي نتائج الدراسية عن سنة 3 متوسط زيق النتائج والمعدلات السنوية للمواد الدراسية في سنة ربعة متوسط ديفيزي بار دو يخرج للمعدلات هذه المعدلات هي المواد المميزة لجدع المشترك المرغوب فيه سواء علوم أو أدب ومع انقضاء الأجال المحددة لاستكمال التوجيه المسبق والأولية الأربعاء مختصون يشددون على أهمية التوجيه لما له من دور في المسار الدراسي للتلمي لا يوجد جدع مشترك أحسن وأفضل من جدع مشترك آخر لأنه كلا الجدعين المشتركين سواء جدع مشترك علوم التكنولوجيا أو جدع مشترك أدب لديه منافذ ولديه مخارج جامعية وبالتالي هذه المنافذ وهذه المخارج وهذه الخصوصات الجامعية لديها ارتباط وثيق بسوق العمل سواء سوق العمل الوطني المحلي سواء أو في أحد دوليا وزيادة على الدور الذي يلعبه التوجيه في الحياة والمسار الدراسي للتلميذ فإن له الأثر الكبير في إعداد الخارطة التعليمية في المؤسسات التعليمية خصوصا ما تعلق بالأفواج التربوية لتفادي الاكتظاث ترجمة نانسي قنقر